السلام عليكم ورحمة الله انا اياد الرضوان من صفية احلى مواقف الشطرنج ومعنا اليوم فيديو جديد لمات جميلة جدا وانيقة من كامورا هاي هي المات مات بسط احصنة رح نشوف الدور نحلله ونشوف كيف وصلنا لهي النهاية طبعا ما رح نحلله تحليل كامل وشامل لا رح نستعرضه بس ونحكي عن نقاط بس المهمة ونشوف بس المات هاي تابعونا هاي هي المباراة بين الناكامورا والكمبيوتر المحرك كرافتي طبعا كمبيوتر كرافتي معروف ومن اقوى المحركات بالعالم هاي المباراة لتعبت عام 2007 كانت ضمن بطولة بليتس خلينا نشوف طبعا المحرك كرافتي بالابيض وناكامورا بالاسود انسي ثلاثة شو اسمو هاد الافتتاح شو اسمو بالعربي اكتبو لنا اسم هاد الافتتاح بالعربي نشوف اذا الو اسم بالعربي طبعا لاحزنا كاميرا ملعب بحزار ما يحاولي هجوم بلشنا بالافتتاح اللي بدنا اسمو وهلأ اظن وصلنا لوضع كتير معروف بدفاع هندي الملك كينج انديان طبعا هاي النقلة F4 الهدف مننا اظن ابقاء الوضع مغلق من الحكمة اذا كنت عام تلعب ضد كمبيوتر انك تلعب بالوضع مغلق الاوضاع المغلقة هي اوضاع استراتيجية بده فهم للشطرنج طبعا الكمبيوترات الحد هلا بتعاني بالاوضاع الاستراتيجية الكمبيوترات معظم قوتها بمقدرتها الكبيرة على الحسابات التكتيكية ولكن فهم الاوضاع اظن لسه في عندها مشكلة وهذا الدور هذا اكبر مثال على كلامنا طبعا ناكامورا اظن بيعرف هالشي واختار الاوضاع المغلقة واختار الافتتاح بعناية طبعا ناكامورا عم يبلش بهجوم بيادق على جناح الملك ورغم انه هو عم تشوف ملكه ايضا بهالحركاته ولكن اظن بالاوضاع المغلقة امان الملك له اهمية اقل من الاوضاع المفتوحة والاوضاع التكتيكية الاوضاع المغلقة بده وقت كبير لنقر القطاع هاي اذا كان بالامكان اصلا نقلها لمهاجمة الملك المكشوف وبالتالي فينا بالاوضاع المغلقة نلعب هيك لعب ونحرك البيادق اللي قدام الملك شوفوا هاي النقلة اللعبة الكمبيوتر اين ايت وشو الهدف منه ما اظن في اي هدف اظن الكمبيوتر ما عنده اي خطة ولا عرفان شو بده يلعب فعم يلعب مجرد نقلات انتظارية ما في اي هدف واضح طبعا اظن بهيك وضع كان لازم يلعب كوينس رخصي واحد على امل فتح العامود سي وتنشيط جناح الوزير محاولة اللعب بلعب مضاد بجناح الوزير للرد على هجوم الاسود بجناح الملك اظن هاي الخطة الاستراتيجية ولكن متل ما لنا لنو المحركات ما رح تفهم هيك خطات طبعا بهي النقلة شوف شوف اطاع الابيض شو عمله ولا شي الاحصان هات شو عمله ولا شي الاحصان هات شو عمله ولا شي الالعا هي شو عملها ولا شي اذا اطاع الابيض هوني كلها مشلولة والاحصان الاسود انضم له الهجوم عم يحاول اللاعب الابيض انه يخلق هجوم او لعب مضاد بجناح الوزير نقلة قوية اتش فور طبعا الاسود الابيض لعب بضرب اتش فور وضحاب فيله طبعا تضحي بالفيل الاجبارية في حال اللعب الفيل مثلا رح يكون في عنا شوكة للوزير والقلعة في حال اللعب في الاتش ثلاثة منلاحظ الشوكة الوزير والقلعة والشوكة اوين ما كان فالابيض هون بده يخسر اجباري على فكرة الافضلية اكتر من سبعة لصالح الاسود فلزلك كرافتي يضحى بفيله في الضرب بيضاء طبعا صار في عنا تقدم مادي فناكامورا بلش يحرر وضعه ويحاول يستفيد من التقدم مادي باول خطوة طبعا اذا كنت تقدم ماديا شو التكسير فبلش بالتكسير طبعا هون اي خمسة اللي تبقى على جناح الوزير مغلق حابب انه يتابع اللعب حاليا بجناح الملك ويهدي الاوضاع بجناح الوزير شايف تكسير تكسير السريع تكسير والان بلش الاسود باختراق مع سكار الابيض تكسير تكسير طبعا بلشت في فرمادي صار وارح وصلنا مرحلة النهاية بيضق الابيض راح تسقط بيضق والتاني طبعا بلش الضغط على البيضق الاضعف ثم الاضعف طبعا هون كان اضعف بيضق هو البيضق ثلاثة وسقط اول بيضق لاحظ انه البيضق بلشت تسقط واحد والتاني طبعا هون فريق الكمبيوتر كرافتي ما قرر انه يستسلم قرر انه يتابع للنهاي وعطى فرصة لانا كمورا لا يستعرض عضلاته طبعا اذا رقى وزير فيه عننا مات بعدة نقلات ولكن قرر انه يرقي حصان ويتابع بترقية كل بيض ولا احصنه طبعا هون فيه عننا ناحية اخلاقية بلعبة الشطرنج انت اذا كنت عم تلعب وصار معك هذا الوضع طبعا هون اللاعب الابيض ما نمضطر يسلم لاعب الخسران حقه يلعب لحتى الكشمات اما اما اللاعب الرابح ما بنحققه يماطل هيك الهدف الهدف من لعبة شطرنج هي ماتة الملك ولازم نحصل على هذا الهدف باسرع وقت فلذلك اللاعب الفائز لازم يفوز باسرع وقت اما اللاعب الخسران فمن حقه يقاوم لاخر نقلي حتى لو كان وضوع ميؤوس منه ما فيه اي قانون اخلاقي او شطرنجي يجبرك انك تسلم ولكن فيه قانون اخلاقي يجبرك انك موت الملك وما تلعب بهاي الطريقة ولكن هون باعتبار انه خصمك هو كمبيوتر فلا بقس انك تلعب هيك ولكن اكيد ما نمقبول انك تلعب هيك ضد خصم عادي رح يكون لعب استفزازي طبعا بلش الحصار الملك طبعا هون بدنا ننتبه فيه عندنا ستيلمات اه ممكن تصير فبدنا ننتبه مسلا لو لعبان بدل ان اف خمسة ان سي تلاتة اكيد كانت استيل مات كيش واا كيش مات طبعا هذا الدور كان بين ناكامورا وكرافتي وهذا الفيديو لليوم وهي المات الجميلة جدا بسطة احصنة شكرا للمتابعة ونلتقي مجددا وفي عنا كتير ادوار طريفة من ناكامورا ممكن نعمل سلسلة نسميها نهفات ناكامورا خلينا نعتبر هذا انه هو الفيديو الاول ونشوفكم قريبا بفيديوهات تاني شكرا للمتابعة